اشتركوا في القناة وهو الفرق بين الحملتين خاصة مع استمرار القصف على اليمن لا توجد إلى الآن بوادر لتسوية سياسية وغيرها لم يجلس الأخوة الفرقاء على طاولة الحوار لا توجد هناك أيضا مبادرة معلنة للجميع أن يلتزم فيها ما عاد يمكن قرار مجلس الأمن اللي ما تم تطبيقه إلى الآن حتى لا أطيل ورحب بضيفي في الأول من هذه الحلقة الدكتور سامي الفري رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية حيك الله دكتور الله يحييك بداية هذا السؤال المطروح اليوم انتهى عاصفة الحزم وكبه انطلاق عادة الأمل ما الفرق بين الاثنين ولماذا انتهت هذه الحملة الأولى وما هي الحملة الثانية ما الفرق بيناتهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا يجب أن نخذ بعين الاعتبار أن هدف الحرب هو هدف سياسي دائما وهو حقيقة عندما لا يتم التوصل ما بين خصمين إلى حل سياسي أو حل وسط يستخدم أحدهم الوسائل الأخرى المتاحة له طبعا كما رأينا بالنسبة للوضع اليمني وجهة النظر الخليجية أن الحوثيين استخدموا ذراع العسكرية فيما يتعلق بالتمدد هم قوات صالح ضد الشرعية الآن المعركة لها هدفين هدفان الهدف الأول هو حقيقة إبعاد أي تأثير أو صواريخ وغيرها على الحدود السعودية ومن ثم الآن يعتبر بالنسبة للانتهاء عاصفة الحزب هي حققت هذا الهدف بالنسبة للهدف الثاني وهو هدف إعادة الشرعية الآن هدف إعادة الشرعية لا يمكن أن يتم بوسائل العسكرية فقط فإنما يجب أن يتم بأول هدف طبعا هو أنه أول سلاح موجود ولا زال مستخدمين هو القوى العسكرية لمواجهة أي قوى عسكرية تقف ضد عودة الشرعية الهدف الثاني طبعا لازم يكون هدف كسب كما يقال بالأسيمتري كورفير الحرب المتماثلة حيازة أو الاستحواذ على قلوب وعقول السكان المدنيين فهذا الجانب الإقاطي للمعركة الثالث طبعا هو الأهم من كل ذلك هو قضية الحل الدبلوماسي كيف نصل إلى حل الدبلوماسي لا أعتقد مطلقا في سياق الفهم العقل العربي أن من الممكن الوصول إلى حل دبلوماسي بدون وجود وسائل عسكرية ترفضها الآن عندما نقول أنا أتصور أن القول بأنه وقف العمليات العسكرية هو تفسير قير صحيح لوقف العمل لأن العملات العسكرية الآن انتقلت من مبادرة يعني القيام بقاس عسكري على أهداف محددة إلى اليوم كرد فعل على كل تحرك يقوم به الطرف الآخر وهو طرف الرئيس علي عبدالله صالح وعبد الملك الحوثي فعندما نتكلم عن هذا التحالف التحالف هذا الآن التحالف الصالح الحوثي لا زال يتكلم عن مادة المفاوضات ولكن كل الطرفين الطرفان مختلفان في طريقة المفاوضات أيوة فالطرف الأول يقول نحن سوف ننظر إلى قرار مجلس الأمن 2216 بصورة إيجابية قبل أن أتكلم لك بين الطرفين الدكتور يعني المفارقة صارت في إيقاف عملية عصفة الحزم كانت هناك حديث على وجود بوارج إيرانية تم اعتراضها من قبل البحرية الأمريكية بعدها أعلن عن تدخل أو جلالة الملك سلمونة بالعزيز أعلن عن استداء الحرس الوطني السعودي في المشاركة في عملية عصفة الحزم بعدها أعلن ناب وزير الخارجي الإيراني بأن العملية سوف تقف خلال ساعات بالليل المتحدث ناطق راسي باسم عصفة الحزم أعلن وقوف هذه العملية شالي صار؟ على أساس وكيف يعلن ناب وزير الخارجي الإيراني وقفه؟ هو أتصور أن فيما يتعلق أنا لا أستطيع أن أحلل كيف أو أخمن لماذا أعلن وزير الخارجي الإيراني على سبيل المثال أو أي مسؤول آخر غير دول مجلستان الخليجي لأن بالنسبة لنا أجب أن ننظر إلى نسق قيالة هذه العملية العملية من غير الممكن أن يتصور إنسان أن المكاسب العسكرية التي حققت عبر عصفة الحزم قرر لها اليوم أن تتوقف وأن يتم التخلي عنها فإذا إنسان فهم أن عصفة الحزم كضربات عسكرية توقفت فهذا الإنسان مخطئ وهم طرف صالح الحوثي تحالف صالح الحوثي فإذن معناها لماذا لأن هناك خسار كبيرة تمت في هذا الشأن الثاني إذا كان أحد في تحالف صالح الحوثي يعتقد بأن القوة العسكرية لن تستخدم مرة أخرى من أجل الدفع بإعادة الشرعية وبتحقيق مطالب مجلس الأمن فهو كذلك مخطئ فأنا نظر لك من نظرة الآخرين كيف ينظرون إلى هذه العملية الآن التعبير كيف فهموه إذا هم يفهمون استراتيجية عسكرية يعرفون أن كما يقول علي عبدالله صالح يعرفون أن الحرب لها عدة أطوار ومن غير الممكن بعد ما تنتهي قائمة الأهداف أن تتوجه إلى أهداف تم تدميرها هذا واحد إذن ماذا يتم فعله الآن إذا الأهداف تم تدميرها الآن يردون على كل تحرك عسكري من تعالف صالح الحوثي هذا اللي يتم الآن أما هما في الإعلان يعني الإعلان لا يوجد لنا مصدر آخر فأنا عندما أتكلم كمستقل لا يوجد لمصدر آخر عن كيفية تدمير الأهداف في عصفة الحزم في المرحلة الأولى لماذا؟ لأن العميد أحمد عسيري تكلم عن تدمير الصواريخ الباليستية بنسبة وتدمير الأهداف بنسبة وتدمير قدرتهم على التواصل والانتقال في الأماكن الحضرية بنسبة وأهل المجرى فأعطى أربع أرقام تدل على الإنجاز الآن هذا الإنجاز من الممكن لناس يقدرون شغلهم يقدرون تدمير الأهداف أنهم يجلسون ويشوفون الصور التي تأتي بها الطائرات والفيديو ويحددون ماذا تم تدميرها أما قضية تحرك قوات تتحرك بانسيابية تخرج كل يوم وتقوم بهدف معين بالاستلاء أو بمهاجمة هذا اللواء مثلا في تعز نرى ضغط على تعز اللواء 35 اللي انضمها للشرعية ونرى ضغط على عدن المدينة عدن فنحن نعرف الآن بالصور أنه من وين يخرجون يتم التعامل مع هذه الأهداف كمخططين عسكريين يقومون بهذا الشيء ويحددون الأهداف أما الجوانب الأخرى التي تراها الآن وأمامك على الشاشة عبر وسائل الإعلام فهو جهد سياسي كبير يتم من خلال الرئيس علي عبد المرأب منصور هادي أنه يستقبل قادة ومجاميع وشيوخ قبائل وغيرهم وحتى قابل رؤيساء وزارات مثل نواز شريف وغيره الجانب الثاني طبعا هو قيام وزير الدفاع رئيس الدوان الملكي بالاجتماع والتحرك وهذا الشيء الثالث هو قضية الآن المباحثة للتجربة مع مصر الرابع اللي هو اجتماع رؤساء الأركان لتحديد القوة العربية وماهيتها وغيره والأكثر من كل ذلك أن هناك قوات برية الآن موجودة في مجلس التعاون الآن قادمة من مصر وقادمة من باكستان وموجودة في السعودية وتقوم بما يسمى بمناورات بس الحديث أن هناك قوات موجودة اللي كانت مناورات عسكرية نعم قوات جبلية نعم ولكن السؤال دكتور يعني في بداية المعركة كان هناك رفض خليجي أحد الوزراء الإماراتيين صرح واستنكر قضية البرلمان الباكستاني لما رفض المشاركة في قوات برية ووقفوا على الحياد رد عليه ممكن وزير الداخلية الباكستاني ووزير الخارجية كان هناك امتعاض من بعض موقف بعض الدول التركي وأيضا المصري وأيضا الباكستاني ما الذي حدث يعني لماذا هذه الدول هل كنا فعلا معولين عليها وبالتالي هذه الدول لم تقف الوقفة التي كانت المطلوبة منها والله أنا أتكلم معاكم بكل صراحة أنا أعتقد هذه اللعبة إعلامية لماذا؟ لماذا؟ لأنه يراد أن يقتنع أن تقتنع بعض الأطراف بأن باكستان لن تشترك في القتال وأنا ما أظن ذلك لماذا؟ لأن المصالح القومية الباكستانية مرتبطة ارتباط تقريبا عضوي بالمصالح الاقتصادية المصالح مرتبطة بالمصالح خصوصا المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى الحديث الآن فيما يتعلق بالشأن توازن القوة فيما بعد 36 عندما يعني 36 بالنسبة لنا هو تاريخ يتم في اعتراف القوة الدولية حقيقة بأن إيران لديها القدرة على تصنيع قنبلة نووية وإنما سوف يؤخر وصولها إلى القنبلة نووية بدلا من ثلاثة شهور إلى سنة أنت رديت قلت في 36 سيكون الرد الإيراني نعم الرد الإيراني على عاصفة الصحراء رح يكون رد عاصفة الحزب نوع من التلويح بالقدرة التكنولوجية لإيران يعني نحن نستطيع نلعب كش ملق نلعب شطرنج واليمن تسقط تحت نفوذكم والعراق تحت نفوذنا وسوريا متنازع عليها ولكن في المحصلة النهائية نحن كأطراف إقليمية يجب أن تقتنعوا بأننا لدينا قدرة تكنولوجية الآن يتم الاعتراف فيها هذا رح يصير في 36 مليون بس حتى الآن من الآن إلى 36 كل هذه الدول نقول باللغة الاستراتيجية يعني معناها ماذا؟ تتموضع كل يتموضع في مكان من أجل قيام بأفعال وأقوال يعني كل هالأقوال يراد لها أن تسهل قيام كل هذه الدول بأدوار لتحفاظ على مصالحها الإقليمية يعني لا يوجد شك احنا لماذا؟ على سبيل المثال عندما نقول عن أمريكا أن المواطن لما يسؤلف يقول والله هذه مصالح أمريكا وأمريكا تفقد مصالحها إذا ما تدافع عن دول خليج والمجر فهل تعتقد أنه في ضوء سياسة إدارة أوباما في حقيقة الاقتصار على الردود الدبلوماسية ربما ردود عسكرية بإظهار القوة وليس باستخدام القوة كما حدث مع السفن هذا إظهار قوة نعم يسمى عرض عضلات وليس استخدام عضلات في ظل هذا الإدراك المحدود لقدرات الولايات المتحدة الآن كذا دولة محليفة الولايات المتحدة تخرج عن طاعة الولايات المتحدة في السبب لأن تبين واضحا خاصة في عمليات عاصفة الحزم أن الولايات المتحدة لن تتحرك عسكريا لن تتحرك لمساندتنا مثلا والتالي على دول منطقة نتاتهم كل واحد أيواء فإذن بس هذا عشان أكلمك باستراتيجية عسكرية للسنوات الماضية عندما تنظر إلى مثلا ماذا تقوم بإيران على سبيل المثال إيران لا تريد تصادم مباشر مع دول منطقة زين فعندها ما يسمى بمنظمات هذه المنظمات تسعى إلى قضايا إقليمية تحقق هدف الاستراتيجية العسكرية الإيرانية في نفس الشيء الولايات المتحدة الأمريكية كحزب الله وأنصار الله وأبو الفضل عباس وغيرها هذه المنظمات الآن على مستوى أكبر تنظر إلى أن جيوش الأردن والإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر والبحر يعني كل مجلس تعاون حقيقة قيروا وجهتهم في الحرب في السنوات الماضية بحيث يكونون قادرين على أن يقوم بأدوار إقليمية تحقق الاستراتيجية الكونية للولايات المتحدة الأمريكية ما على الولايات المتحدة الأمريكية إلا بس تبيعهم سلاح تعطيهم أفضل الأسلحة وتزودهم في حالة النقص وتزودهم كذلك بالمعلومات الاستخبارية هذا الكلام من خمس سنوات فالذي نقوم به اليوم مثلا نقوم بقبل عاصفة الحزن قوات من مجلس التعاون الخليجي اشتركت وين؟ اشتركت في ليبيا بإرادتها قطر والإمارات ومدعومها من السعودية والكويت الآن فيما يتعلق بالحرب ضد داعش قامت قوات كذلك سعودية، بحرينية، إماراتية، وأردنية قامت بهذه الأدوار التي أعدت نفسها لها في السنوات الماضية فإذن نحن لا نتكلم عن شيء جديد الجديد هو أننا في مجلس التعاون الخليجي لهذه المرة دفاعا عن مصالحنا خططنا وقررنا وقمنا بهذا العمل الآن الكثير شكك في هذه الحقيقة في بداية البعض اليوم يقول دكتوري على أرض الواقع على أرض الواقع القوات تحالف صالح الحوثي موجود وأيضا يسعى لاحتلال مناطق أخرى وسعى وصل إلى الجنوب وهو كان ممكن هذا المحاذير للدول الخليجة أن لا يصل إلى الجنوب خاصة لإغلاق باب المندب الرئيس اليمني موجود أيضا في خارج اليمن لا توجد إلى الآن مبادرة واضحة لا يوجد تسليم الاسلاح وغيرها فماذا حققت العملية على الواقع العملي فيما يتعلق قتلك الهدف الحرب الأول هو هدف دفاعي تحقق الآن هدف عادة الشرعية أنا قلت هذا الكلام مرات كثيرة كيف سيتم عادة الشرعية هذا هو أنا أكلمك عن أن أنت تحتاج أولا إلى أنك تضخ في البلاد مساعدات إغاثية من أجل كسب عقول وقلوب اليمنيين عرفت؟ يعني هذه القبائل موجودة على مدى الآن لماذا في قبائل تؤيد القاعدة لماذا؟ لأن لها مصالح مالية اقتصادية مع هذه القبائل عرفت؟ مع القاعدة لماذا مثلا التمدد الحوثي تم بالتحالف مع علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح ليس فقط عنده قوات حرس جمهوري بس عنده مال كذلك خدامة الخزينة على مدى السنوات الماضية الآن اسأل نفسك سؤال حرس جمهوري من وين يقدم معاشاتهم؟ من وين يقدم معاشاتهم؟ يقولون ما بين سبعين ولمية ألف ولما يقولون عنده أموال كثيرة موجودة فيه فإذن هناك عملية الآن تضاد من أجل تهيئة حتى الآن لا يبدو السيد صالح والسيد الحوثي مقتنعان بأن القوة العسكرية التي استخدمت ضدهم من الممكن أن تستخدم بمستوى أعلى الآن خلنا نشوف أمامنا على أرض الواقع من أجل التمهيد للذهاب إلى طاولة المفاوضات لماذا على سبيل المثال لا نتأمل في إفراج الحوثيين عن أخو الرئيس صالح كجنرال هو منصور منصور عفو الناصر منصور هادي لماذا أفرجوا عن وزير الدفاع الصبيحي؟ لماذا أفرجوا؟ إذن أكو شيء ضغط مورس ضدهم الآن أفرجوا عن قادة يعتبرهم في معسكر الشرعية لماذا أفرجوا عنهم؟ لماذا حتى الآن لم يستطيعوا أن يتقدموا في اتجاه الهدف الرئيسي لهم وهو إسقاط عدن؟ الآن هم يهاجمون أماكن معددة أي قطعات عسكرية تنسب نفسها للشرعية يهاجمونها فإذن لا يمكن الوصول إلى الهدف الدبلوماسي ما دم الطرف الآخر بالمخالفة لقرار مجلس الأمن لا زال يمارس جهد عسكري الآن أمين عام الأمم المتحدة لن يبدأ أي جهد دبلوماسي قبل أن يقرر أن هناك فعلا تقدم في تنفيذ القرار بعد عشرة أيام مهلته عشرة أيام يقدم قرار مجلس الأمن هل تزموا بوقف اطلاق النار؟ هذا من جانب السياسي تتوقع أن إذا قدموا لمجلس الأمن بعد عشرة أيام في قضية التزام بوقف اطلاق النار ما رح يكون هالمرة لأن تنفيذ القرار عقوبة أنت محتاج إلى قرار مجلس الأمن ما هم المتوقع من الموقف الروسي من ممكن موقف الروسي يتعنت ويستخدم الفيتو فيما يتعلق بماذا؟ فيما أثلا مع عقبة الحوثيين على عدم تثالوا مثلا لقرار مجلس الأمن لا هو قرار مجلس الأمن قرار حسب الفصل السابع معناها كل بنودة ملتزمة كل دولة بتطبيقها من بينها روسيا ولكن أن تنفيذ أي عقوبة محتاج إلى قرار أيضا مجلس الأمن؟ لا ما فيه عقوبات موجودة عقوبات موجودة معناها يعني لما تقول والله الشخص هذا ملاحق ملاحق الآن وهو يعتبر بالمخالف القانون الدولي مدام يقاتل هو خالف فإذن لكل دولة حق القبض عليه الآن على سبيل المثال عندما تدخل سفن تحاول مد الحوثيين من أي جنسية ولا أقول بس إيران خلنقول أريتيرية أريتيرية على سبيل المثال قريبة وتقدر تقوم بالعمل هل يجوز من الذي يملك الصلاحيات للتحقق من هوية السفينة وما تحمل كل دولة مو بس دول التحالف كل دولة تقدر توقفها مدام دخلت المياه القليمية مدام هي في المياه الدولية هي لها حق العبور وإذا كانت عبر المياه القليمية لها يسمونها حق المرور البريء إذن منطلقة في المياه القليمية اليمنية متجهة مثلا إلى قناة السويس على سوفيا المثال أو ميناء جدة فإذن معناها الآن قرار مجلسلم هو ملزم لكل الأطراف وكل طرف عليه تطبيق قرار مجلسلم هذا القانون الدولي يعني الآن خرجت من قضية في تصريح قلت أننا لسنا بحاجة إلى حرب برية نعم لماذا تعتقد أن لسنا بحاجة إلى حرب برية؟ لا пойöllig هناك في الوقت الحالي في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي أنا تكمل التصريح في الوقت الحالي ما هو مجتزع لماذا لماذا في الوقت الحال نحن لسنا بحاجة إلى معركة برية؟ لماذا؟ لأن هناك معركة برية الآن تحتاج المعركة البرية بين هؤلاء المدافعين عن عدن على سبيل المثال والقوات التي تتاجم عدن هذا مثال في تعز بس سؤال إذا كانت فعلا هناك قوة كانت نافع عن عدن وموجودة على أرض الواقع يعني بالمفروض أن الرئيس هذي يجد لما كان في عدن يستطيع العودة لماذا لا يعود في الحالة إذا كان عنده قوة في عدن لا أنا ما أعتقد الشرعية الكويتية كانت في الطائف إلى انتهاء الحرب الكاملة فأنا أتكلم لك عن اليمن نفس الشيء هو مهدد هو يمثل سلطة هو ما يمثل نفسه يعني هو كبشر يمكن ما لا أهمية ولكن هو يمثل اليمن الآن اليمن الشرعي ولا يوجد أحد يحل محله إلا نابا نابا الآن يقوم بزيارات الخارجية وهو موجود هو يقوم بالتفاوض الدبلوماسي مع هذه القبائل وهذه القبائل كلها لا تنسوا نحن نتكلع عن مجتمعات قبلية الكل يتقاسم الكعكة الكل يبحث عن اليمن الآخر الجديد ومن ضمنهم ومن حقوق كذلك الحوثيين وصالح يكون لهم جزء ولكن كل العالم يقول لهم في رسالة مجلس الأمن وهي الجلوس إلى مائلة المفاوضات طبعا استراتيجيا لو أنا مستشار علي عبدالله صالح أو عبد الملك الحوثي أقول لي خذي اليوم وقلل خسارك قدن سوف تخسر أكثر ليش لماذا؟ لأن الآن أكو شيء اسمه أن تتحدد هدف وتروح تحصل عليه وأكو شيء أنك ما فشلت في الحصول عليه الآن إذا كان الهدف الحرب الموجود في ضوء السيطرة الكبيرة لهم على أكثر اليمن الشمالي وأجزاء من اليمن الجنوبي أنهم لا يستطيعون أن يتقدموا باتجاه الجائزة الكبرى وهي عدن فإذن المجهود العسكري لهم فاشل لماذا؟ ليس له سيادة جوية السيادة الجوية لا زالت لقوات مجلس التعاون لقوات العربية إذن إلى أي حد؟ فإذن إحنا وصلين في وضع كلهم نحن ننتظر إحنا الآن لا نقوم بالمبادرة عسكرية لاحظ إحنا في المرحلة الأولى إحنا اخترنا المبادرة الآن إحنا رد الفعل ورد الفعل لماذا؟ لأن إحنا ملتزمون بقرار نجل السلام كيف نستصدر قرار يتكلم عن وقف اطلاق النار والجلوس إلى مادة المفاوضات إذا استمرت العملية بنفس الزخم ولكن هم يعتقدون أننا من جانبنا سوف نتوقف بالمرة وهذا خطأهم في التقدير وليس خطأنا في القول تطور العملية عادة الأمل الآن هل من ممكن أن تتطور إلى حرب هرية؟ طبعا كل الأمور واضحة في الحرب في مبدأ اسمه فريكشن فريكشن يعني أن الأمور تسير بقير ما خطط له المخطط يعرف أكبر أي مخطط استراتيجي على المستوى العسكري أو السياسي يعرف أن أمامه متغيرات وهذه متغيرات قد تعمل ضده بالرغم من تخطيطه فنحن الآن على سبيل المثال نقول أن شيخ قبائل حاشد يأتي ويفاوض عبد الرب منصور هادي في الرياض ويقول كلام بعدين يسوي شيء ثاني أنا أجيب مثال بس فقط وإذا سوى شيء ثاني أو التجمع الوطني للإصلاح زين؟ أو المؤتمر الشعبي العام فإذن الآن المؤتمر الشعبي العام جاي يفاوض هادي وهو حزب صالح هل تعتقد أنهم يتخلون عن صالح بسهولة؟ يعني يقول لهم هادي ليس له مكان في اليمن المستقبل أو السعودية تقول لهم هذي أرانة لكن هم هل يقبلون؟ نحن نتكلم عن ملايين من اليمنين بس شنو المبادرة اليوم المطروحة؟ هل في مبادرة اليوم؟ ما في مبادرة الآن هذا السؤال إلى أن يتوقف القتال هني راح يوقف القتال هذا هو هذي الأول ما يسمونها الفريكشن المتغيرات التي تأتي على غير هواك أعرف؟ يعني الآن تتوقع أنه ممكن نوصل إلى حرب برية ولكن السؤال الحرب البرية هل ستأخذها الدول الخليج لوحدها؟ أم مع الدول التي تكملون عنها سابقا؟ ممكن باكستان تدخل بريا مثلا أو مصر تدخل بريا هذي الدول كلها تعرف أن لديها قوة أو أسباب قوة تتيح لها مصالح في الخليج أنا أكلمك الآن كخليجي قبل عاصفة الحزم أحد قاعد يتكلم عن باكستان بأي صورة من الصور؟ مقاعد يتكلم عن باكستان باكستان بالنسبة لنا مصدر عمالة مصدر يعني تعاون اقتصادي وغيره إحنا وهم فهمت؟ ما عندنا دور استراتيجي لهذا المستوى الحديث كان يدور حقيقة أنا نعرف هذا الشي عن أن الهنود في 2016 بيرسلون حاملة طائرات إلى الخليج الصينيين قاعدين يرسلون قوات كثيرة الآن عارت؟ عندما ترى المواقع الآن المتخصصة ترى سيل من السفن الأجنبية موجودة في المنطقة الكثيرة كل هذه يسمونها نشر العلم شوينغ ذا فلاك يعني يشوفون نحن موجودين ونحن قوة فباكستان أمامها فرصة اليوم أمامها فرصة اليوم أنها حقيقة تبني لها نفوذ جديد لأنه نفوذ باكستان يعني ضعف في نظر دول الخليج الأخرى باستثناء السعودية بسبب أنها سهلت حصول إيران على تكنولوجيا نووية ما كانت إيران تحلم بها نتيجة تسريب عبد القادر خان الآن باكستان أمامها فرصة أنا شخصيا كإنسان لا أثق بباكستان ولكن ليش لا تثقي باكستان؟ لماذا؟ لأن يبيعون نووي على إيران يعطون نووي على إيران ويوجدون بيواجهون إيران بمظلة نووية بالنسبة لي هذول فبالتالي ما تتوقع مشاركتهم في الحرب البرية؟ لا أنا أقول لهم ما راح يشاركون إذا طلب منهم ذلك لأنه ما عندهم نفوذ آخر ما حد يصدقهم شفت الإماراتين شون يسووا ما حد يصدقهم الباكستاني ما يمكن الوثوق فيهم إذا لا يمكن الوثوق فيهم كيف تتأمل أن يمكن يشاركهم في حرب البرية؟ أنا ما أتأمل لأنا ما أعيبهم أنا أكلمك أشياء أعرفها من قبل في التخطيط وأشياء اليوم أحللها إذا استبعدنا باكستان وعلقنا الجانب الباكستاني الجانب المصري أيضا الجانب المصري والسوداني والأردني هذا كلهم مرشحين بالإضافة إلى القوات الخليجية قوات الخاصة وغيرها لأن عملية الدفاع عن عدن وحقاية وضع حاجز كامل بحيث ما تتقدم قوات الخصم هي وأقول لك مرة أخرى يجب أن نعرف أن قواتنا لا تريد أنا من زمان قلت ولا أعرف إذا قلت على هذه المنصة الوطن أو غيرها ولكن أقول التالي هو أنك أنت تستطيع أنك أنت تهزن الخصم بأنك تدمر التدمير كامل ولكن هذا الخصم هو شريك لك في المفاوضات لا يجوز لك تدمير التدمير كامل لأن الحل السياسي سوف يكون قاصرا للعقود الماضية عرفت؟ يعني ما يصير الدمر وقلت أن هذا علي عبدالله صالح يجب التعامل معه يجب التعامل مع قبيلته وانتداده القبلي وأبناءه وغيره ما يصير انشيله هو بروحه وانشيل كيشي وراه ما تصير هذا موحل قبلي إذن الآن إحنا علشان نتكلم حتى عن إدارة عمليات عسكرية يجب أن تكون هناك إدارة لعمليات عسكرية تمنع تقدم الخصم إلى عدن ولكن لا تساهم بالتدمير على مستوى الأشخاص بالنسبة كبيرة لماذا؟ معقدة العملية بالحال هذه نعم؟ يعني جدا معقدة العملية بالحال طبعا العملية معقدة ولذلك تحتاج لعلمكم الناس ما يعرفون شنو دور القوات الخاصة القوات الخاصة الصحيح هي مدربة على أنها تحطم العدو وتحطيم أكثر من القوة العادية ولكن هي القوات الموكل إليها بسبب التماس بالمدنيين أنها تبدأ بتنظيم مدني تنظيم الخدمات الأساسية المعالجة وقيرة والمايش والشرب ومن ثم هي مؤهلة عقليا كقوات أنها تفهم أطوار الحرب وليس الطور العسكري اللي هو عضلات وسنايبر قناصة وهذا لا هم مؤهلين أكثر للتعامل مع أهداف سياسية ويمكن التحكم فيهم أكثر من قوات مشات بس بهالحالة هذه متى يمنى ممكن استخدام القوة البرية؟ قريبا جدا بالمشاركة الدول ما أعلن عنها وهل تستطيع إذا ما شاركت الدول بقية الدول ممكن دول الخليج إبري الواحدة تستخدم القوة البرية؟ نعم إيه في هدف محدود نعم إحنا الآن طريقنا اللي راح يشوفونا الناس إن شاء الله هو توسع في العمليات البحرية لماذا من أجل الإيقاثة؟ لأن إحنا مدخلنا هو عدن وكذلك إذا إحنا سيطرنا على الحديدة حتى الآن وفي الوقت الحالي إذا كنت ترى ما تمنع قوات التحالف دخول مساعدات إنسانية إلى ميناء الحديدة اللي هو ليس تحت رحمة قوات التحالف عرفت يعني هو القوات الأخرى الخصم لماذا؟ لأن إحنا نريد المساعدة الإنسانية ترى شوف الناس يجبني يفهموا اليوم المخطط الاستراتيجي اللي هو يدير عمليات عسكرية مثلا اليوم يعطي الدور أكبر للوجيستيكس لأمور الإدارة أمور الطب لأمور الإسعافات لأمور الإغاثة وطالع الطيارات التي تنطلق كلها تقوم بهذا العمل ومن ثم حتى قرار مجلس السلام لا يمنع دخول سفن إلى المياه القليمية هو يفرض التفتيش للتأكد إنهنا مساعدات إنسانية ولكن اليوم دور قوات تحالف إنها فقط تنظم الدخول فقط تنظم الدخول إلى اليمن تفتش تشوف تخليهم ينزلون بأي ميناء يوصلون مساعدات إقاطة إلى أي ميناء إلى أي مكان في اليمن هذا كلها مسموح كلها مسموح وهذا هدف من هدف الحرب أكيد الآن إذا نتكلم على حل عسكري هل هناك بوادر لحل سياسي من الممكن أن يجمع الأطراف والسؤال من يقدم هذه المبادرة ومن يقوم بها رح أنتناقشيه لك بعد هذا الفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا هو أكو حل سياسي موجود وهو عادة الشرعية الآن بما بعد ذلك أقولك باللغة العامية تقاسم الكعكة اللي هو دولة أي دولة تقسيم يعني؟ لا تقاسمها يعني نفوذ مصالح الشمال ومصالح الجنوب كل المشاكل اللي كانت موجودة في اليمن قبل التدخل العسكري هذا وعلا الشيء الثاني أنه أنت علشان تصل إلى الحل السياسي يجب أن تقوم شيئا وتحطيم الخصم تحطيما كاملا لأنه غير مقبول في علاقات دولية اليوم أوكي والثاني هو هزيمة هزيمة روح المعنوية هزيمة قاسية بمعنى آخر هزيمة قاسية وليس ساحقة يعني بمعنى قاسية لكنه يظل موجود ما تسحقها نهائيا لا هزيمة رغبتها في المقاومة يعني خلاص يسلم فهم تنيفوه هو حي وموجود حي وموجود هذا ممكن نوصل له هذا ممكن نوصل له التدمير غير مطلوب أصلا وغير مقبول هذا غير مقبول أولا ثانيا يعني أنت تكلم شوف في لغة الناطق الرسمي على سبيل المثال يقول هناك هداف نستطيع أن نصلها بس هذا يعني تدمير البنية التحتية لليمن عرفت يعني مثلا مطارات وطرق وغيرها فيقول ونحن لا نقوم بذلك من جانب آخر يجب أن إحنا نتكلم عن وضع الآن في اليمن على سبيل المثال عندما يتفاوض شيخ قبائل مع جيوب مقاومة وبعدين يفرجون عنها يعني أنا بالنسبة لي هذا أعتبر سذاجة سذاجة بس هذا هو الوضع اليمني هو أنك تأثر ناس بدل ما تقتلهم ولا تحتجزهم يقول يلا رحوا يأخذ إسلاحهم يقولهم طلعوا كأنهم ما راح ييبون إسلاح ويهجمون على مرة ثانية هذا تصور ساذج بس هذا يبيلك أن الكل يبحث عن لا يريد أن يبني عداوات أنا لا أعتقد الطرفين يريدون الآن بس سيبلك مثال القاعدة في اليمن إذا بغينا نفحص كمثال بس نفحص أسلوبها في التعامل يسمونها مودس أوفيراندي أم أو معناها يعني نمط العمل نمط العمل للقاعدة في اليمن بالاختلاف عن القاعدة في كل مكان هو أنها لا تستهدف أهداف مدنية هذا نتيجة النسيج اليمني نتيجة سجايا القبائل عرفت؟ ما يروح لغير المحاربين ما يقتلهم حريم وما شنو ومن ثم عندما نقيم ما الذي حدث في ذلك المسجد اللي هو كان مسجد من الطائفة الزيدية ومن نسبة كبيرة فلث اليمن وغيره وأهل مجرى فهذا الهدف على طول تستطيع أن تقول ليس بهدف قاعدة قاعدة اليمن وإنما تنظيم داعش ربما فالنسيج الاجتماع اليمني وصفات السياسية والاجتماعية قصدي وترابط القبلي كل هذا يتيح حقيقة أن الناس تجلس وعندما يصل الطرفان إلى قناعة بأنه حان الوقت للجلوس الآن ما هي الأجندة سألني على الأجندة أنا أقول لك اليوم البعض يتحدث على وجود نفوذ نفوذ إيراني في المنطقة وفي اليمن ويجب محاربته إذا أخذنا في هذا وأيضا كان هناك تذكر الزيارة التي قام فيها الرئيس تركيا رجب طيو أردوغان إلى إيران وقابلها كان هناك زيارة من ولي العهد ولي العهد السعودي أمير محمد بن نايف إلى تركيا هل بالممكن أن تكون هذه المبادرة يعني أخذ نقول هي مبادرة ليست باتصال مباشر مع الفرقاء الحوثينو لكن باتصال مع القوة الإقليمية التي تدعمها كل فريق طبعا هو الآن أنت لا تنسى إحنا الآن لا توجد أجندة إقليمية صارت منذ صدور قرار مجلس الأمن يعني أنت تروح وتسعى دبلوماسيا تستصدر قرار مجلس الأمن وبعدين أنت تكسره صرنا الآن مور طلبنا صار واجبنا الآن أن نحن نؤسس الشرعية نعيد تأسيس الشرعية بموجب قرار مجلس الأمن يسند كل القرارات السابقة قبلها ثلاث قرارات وإعلان فهذا الخامس خامس آلة أداة قانونية الآن شنه الهدف الهدف أكو دولة وتعيد للدولة تعيد للدولة ما كانت تملكه بس هذا الشيء هذا معناه القوات المسلحة خلاص تجير ولائها مرة أخرى للسلطة الشرعية لأنني أنا ما أعتقد أن نحن رح نصل إلى قضية إلقاء أسلحة وتسليم كل الأسلحة وطرد الضباط اللي ساندوا صالح والحوثي لا ما رح نصل إلى هذا الوضع متى تم عيل هذه المبادرة متى تم متى تم ما في مبادرة موجود الحل بالقرار وقرار مجلس السلام لا متى ينفذ لماذا لا ينفذ لو يواقف على الحجر عثرة في تنفيذها هو قرار هو تقرير الأمين العام لا يوجد حجر عثرة تقرير الأمين العام رح يستوجب أن الدول تضغط أكثر على هذه الأطراف فالآن عندك وسيلة الضغط وعندك وسيلة التفاهم يعني أنا إذا كنت موجود هناك رح أجد أنه أوكي الآن أنا وأنت خلنا نتكلم عن مناطق النفوذ مناطق النفوذ إحنا الآن وصلنا إلى خط لمناطق النفوذ لعلمك ترى الناس مو ملاحظين الآن إحنا كأننا نقول للإيرانيين ترى الجزيرة العربية منطقة نفوذنا كلها الآن هم لما يقولون والله هذه المناطق الشرقية من العراق المقاربة للحدود القربية الإيران هذه منطقة نفوذنا بغداد منطقة نفوذنا المزارات المقدسة في سمراء منطقة نفوذنا هل إحنا عندنا مشكلة في ذلك أنا ما أعتقد أن نحو تقاسم النفوذ بهذه الصورة يصير في مشكلة ولكن هذا ما يتم إلا إذا أنت تحدث مع الإيرانيين ينتجوا إلى مفاوضات مباشرة من جانب الإيرانيين طبعا لازم لازم أنا ما أكلمك عن الإيرانيين يقعدون كطرف وهم جزء من العملية في اليمن لا ولكن كل ما يدور في الكواليس السياسة كله جائز كله جائز والآن أنت لم تتكلم عن قدرات دول صغيرة ومحدودة حتى القدرة العسكرية هل تعتقد أن نحن قدراتنا غير محدودة لا يجب أن نؤمن بأن قدراتنا محدودة ويجب أن نؤمن بأن استخدام القوة المصلحة واستخدام لأبنائنا وثرواتنا فلا يجب أن نرخص فيهم وإذا كان هناك من سبيل إلى تفادي القتال بالحديث مع الإيرانيين بكواليس سرية نعم الآن هل من قبل المصادفة أنه بعد زيارة بعد اجتماع الأمير محمد بن سلمان مع السفير الروسي في الرياض يتم يقوم الروس لأول مرة في تاريخ المشاكل اللي صارت الشرق الأوسط في الخلال من 2011 إلى اليوم بالامتناع هل من المصادفة أن الملك سلمان يتصل بالرئيس بوتين هل هناك مجال أنا أقول دائما هناك مجال للتفاهمات الإقليمية لا يشمل يمن فقط وإنما يشمل العراق ويشمل يشمل يشمل سوريا احنا عندنا على سبيل المثال شيء نستطيع نسويه وهو الالتزام بعدم التدخل كلنا كلنا نلتزام بعدم التدخل حتى في مناطق النفوذ نستطيع أن نصل إلى هذا بس هل يعني القط والعود ما يتربى الآن نحن نشأنا على شيء عرفت الآن ربما يكون الصعب نحن نتنازل عن مناطق نفوذنا لا إحنا ولا الإيرانيين ونقول يعني كل واحد ما يتدخل لا بالعراق ولا الهمن ولا سوريا لبنان والبحرين وهذا الشيء لا فأقولك راح نصل إلى مرحلة مرحلة براغماتية وهي أن نحن متدخلين بس مو بصورة نعين رئيس الجمهورية وليس الرئيس الجمهورية فهمتني ما يصير تصير جديد أوكي ألأيك الآن خاصة البعض يقول أن مع الضرب اللي حدث في اليمن استخدام عصفة الحزم تنامى هناك دور القاعدة وداعش هل هذا صحيح؟ وإيضا لما أعلنت المملكة العربية السعودية يعتقد يوم أمس عن وجود القاء القبض على مجموعة من كانت داعش تنوي عمال تخريبية داخل الرياض هل تعتقد أن اليوم نتيجة الأوضاع والله داعش الآن في مستوى التراجعات على يد الجيش العراقي والشعب العراقي وفي سوريا كذلك قاعدين تراجعون أمام كردستان الغربية قوات الحماية الكلام هنا في توسع جايس لا والآن الكلام الأكثر هو أن القيادة في داعش مهزوزة اليوم اليوم في خبر على روسيا اليوم على سبيل المثال هذه مبادرة روسية يعني شوف ويتكلم عن عودة الفرقاء في المعارضة السورية والنظام إلى الاجتماع في موسكو وهناك احتمال مكتب في الخبر الاتصال بداعش وجبهة النصرة يعني هؤلاء الآن صار لهم نوع من الاعتراف بوجودهم وأعتقد أنهم ما يسعون إلى حل دبلماسي كداعش والنصرة إلا لأن احتزم موقفهم العسكري هم يتراجعون أمام الجيش اللبناني يتراجعون لكن داعش علاقة يعني داعش ومجموعة من الجنسيات المختلفة نعم نعم أنا أكلمك عن قيادة قيادة تقلب داعش على الدول المحيطة هي أنها فيها قيادة مركزية لكن ما أعلن عنها في المملكة العربية السعودية في داعش وأيضا القاعدة في اليمن هل قاعدة يتنام الدور ولا لا لا الدور طبعا إذا غاب القط ألعب يفار بس نحن نتكلم عن ماذا يعني أنت الآن تروح تحتل مطار المكلة في حضر موت زين احتلوا مطار قاعدة توسعوا الآن من اللي قاعد يقوم بالضربات أثناء عن صفة الحزم من اللي يقوم طائرات بدون طيار ومن يأخذ لها تفاهم على حق المرور طائرات بدون طيار اللي ضربت زعيم للقاعدة من شميون زين في القاعدة وعنها الأمريكان لا زاول أمريكان قالوا أن في اليمن مصلحتنا الأساسية محاربة القاعدة حتى لا يتحول اليمن الآن تنظر إلى اليمن الجنوبي اللي هو متسع باتجاه باتجاه عمان ودولة الإمارات ترى أن هذه المساحة تقريبا نص اليمن فوق الخمسين بالمئة من اليمن الآن عندما تقول توسع الداعش أو القاعدة توسع بماذا بقوات تقليدية مسيطرة على نقاط لا يهجمون هنا يهجمون هناك ولكن أكيد في ضوء تغافل الناس عنهم واهتمام بأهداف أخرى هم يعيشون الفار يلعب عند غياب القط ولكن هالمسألة دحرهم بعدين كجزء من العام العسكري هذا مقدور عليه لكن الآن الضربات ليست موجهة لا ليست موجهة لأنه أصلا حتى الآن هذه الضربات نعم إذا كانوا في مكان هما لا تنسى أنهما جزء من تحالف قبلي يجب أن نفق عرا هذا التحالف هذه عملية سياسية وهذه التي تحدث في الرياض ولكن قضية توجيه قوة عسكرية يعني هما شبعانين من الطائرات بدون طيار كقوة عسكرية الأمريكية البعض يمكن أيضا في نتيجة لعاصفة الحزم طالب أيضا بعاصفة حزم ولكن في سوريا وصار أيضا خلاف بين المندوب السعودي ومندوب السوري في مجلس الآن وصار هناك مشادة كلامية تعتقد ممكن أن تتطور الأمور إلى سوريا شوف هو ما يقوم به الإيرانيين في العراق هو من قبيل الكلام ليك يا جارة يعني إحنا وما نقوم به في اليمن هو نفس الشي الكلام ليك يا جارة ندل 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 تحديد إلى الخصم ولكن تعطيه إشارة جدية عن ما الطرف هذا ما هو مستعد للقيام به للدفاع عن مصالحه وهو استخدام القوى العسكرية نفس الشي بالنسبة لإيران زين عندما نتكلم عن سوريا ومطل إيران الذي تسعى على الوحر المتوسط طبعا احنا ما نعترف بهذا الشي نعترف بعلاقة تجارية ممر اقتصادي كل فإذا ما الذي سوف صير ما يسمى بالاستراتيجية بصراع الإيرادات ما بين الإيرادة الإيرانية اللي هي الطرف الرئيسي في المشهد واحنا زين الآن عندما نتكلم عن مدعى صفة الحزم أنا قلت لك استراتيجيتنا العلية تقوم على أن الحرب هو هدف يجب أن يكون علاج يعني هو آخر العلاجات كيف هذا الثاني أن قدراتنا غير محدودة لا قدراتنا محدودة الثالث أنه نحن يجب أن نوازن ما بين قدراتنا وبين أهدافنا فإذا نحن نريد اللي نقول حل سياسي إذا نوازن هل نستخدم قوة دبلوماسية قوة اقتصادية هل من الممكن نستخدم عاصفة حزم في سوريا لا بس الإحاء للإيرانيين بأن نحن جاددين في حماية مصالحنا مثل ما هم جاددين في حماية مصالحهم في سوريا هو شيء هم يقومون به ونحن نقوم به فإذا قضية إعطاء هذه الإشارة هو جزء من قضية هو ما يمكن أن يسمى بمد تأثير عاصفة العزم وليس بمد عاصفة العزم لماذا؟ أنا أقول لك شباب بسيط إحنا عندنا حرية التحرك في اليمن والإيرانيين عندهم حرية التحرك في العراق نوعا ما ولكن في سوريا هناك بلد آخر اسمه روسيا وجزء من الحرب على مستوى أعلى من مستواننا إحنا كدول إقليمية ومستوى الثلاثي اللي هو ما بين روسيا والصين وأمريكا فهناك يجب أن تكون تفاهمات وإذا إحنا أردنا شيء للسوريا فهو أنا أبين للناس الآن الروس على سبيل المثال يعتقدون فكرتهم عننا غير السابق نحن نستطيع أن ندافع عن مصالحنا هذا الذي نريده هذه النتيجة الإيجابية يعني معناها نقدر أن تفاهم معهم فهمتني هذول جادين مو بس يتكلمون ويدعمون الإرهاب كما نسمى ويقوم بكذا ويقوم بكذا لا الآن وأنا أقول لك بصراحة أن وسائل الدولة أول وسيلة لنا كدول صغيرة هو وسيلة دبلوماسية وهذا الحل مو أنا أطرحها لنا أطرحها لإيران وأطرحها لتركيا وأطرحها لإسرائيل كلنا دول صغيرة أعتبر ومن ثم الآن هل روسيا تريد تفاهمات بشأن سوريا؟ نعم تريد لماذا؟ لأن روسيا قاعدة تكلم عن طرفين في التحالف عن طرف في التحالف آخر وهو غير سوريا طرف يعني بالقواعد البحرية لروسيا على البحر المتوسط وهو إعادة القواعد الروسية في مصر فمصر طرف من التحالف تريد أن تصلوا معه إلى تفاهمات بشأن القواعد فروسيا تفكر بمنظور مختلف عن منظورنا كم قاعدة لها في البحر المتوسط وكم قاعدة للغارب عرفت؟ نحن نفكر بأنها بشار وسالفة بشار عرفت؟ والنصرة وداعش وإيران والحرس الثوري وحزب لا ما يفكرون بأمور استراتيجية وبالتالي كيف ممكن يتم إذا كانت الأفكار نفسها مختلفة كيف يتم الالتقاء على نقاط مختلفة وأرضية خاصة للتفاوض مع هذه الدول خاصة الموأل أنت الآن ترى أن النظام السوري لما تسمع عنه أهل لك نفسه بنفسه واحد من عمدة النظام أمس مات زين؟ يقال أنه نتيجة للتعذيب من قبل واحد آخر بالنظام فمنظومة القيادة العسكرية المحيطة ببشار الأسد وأخوه مريض أصيب فهل الآن نحن نتكلم عن لا يوجد إلا بشار الأسد قضية ترحيل بشار الأسد بأمور تحفظ ماء وجهه هو شيء يستطيع الروس الوصول له حقيقة ولا أعتقد أنه مرفوض منه لكن يفرضون على الإيرانيين خاصة الإيران حاليف داع لا لا نتكلم لك أنه مو عن هذا هذا شيء إذا الروس قرروا تعوين بشار الأسد لا السعودية ولا أمريكا ولا إيران ولا الدول الإقليمية تستطيع أن تقف أنت لاحظ الآن لأول مرة تسمع أردوغان شيء يتكلم عنه أن داعش يعني يقصد الحسم النهائي لها تحتاج إلى حرب برية يعني يتكلم عن ماذا التلويح بالقوة البرية التركية القريبة من الرقة أو ولاية الرقة كما يسمونها قريب جدا يستطيع أن يقومها فهو بعد يبحث عن حلفاء له في هذا الموضوع وليس إسقاط النظام لاحظ لم يقل إسقاط النظام السوري في الماضي شو كان يقول أردوغان كان يقول يجب أن يكون التدخل في سوريا ليس فقط ضد داعش وإنما إسقاط النظام شو سبب تراجع له تراجع لأن الكل يعرف أن هناك متاح وشيء غير متاح المتاح بدأ يستوعب العالم العالم بدأوا يستوعبون أن روسيا تريد أن تتفاهم بعد أن عقدت المؤتمر الأول والآن ستعقد المؤتمر شوف يعني أغس ديانة بس عشان أكمل الفكرة أمريكا خرجت من هذه المؤتمر بإرادتها لولايات المتحدة اليوم لما تتصور دكتور أن الجانب الروسي يريد التفاوض وعلى الدول المنطقة أنت بتدي تتفاوض معه وتم تحقيق مصلحة مشتركة لكن تعتقد دكتور من المنطقي أو من الباقي أن الولايات المتحدة تترك مصالحها وتقف على الحياة مش منطقي يعني إلا هو مو وقفت عليها هي اختارت لنفسها موقف يتيح لها أن تفكر بمتى تتدخل عسكريا العالم يجب أن لا يخطئ في فهمي الولايات المتحدة لا زالت عندها أكثر من 12 مجموعة حاملات طائرات يعني مطارات أمريكية تتحرك في العالم وعليها قوة عسكرية سوف تضرب وأمس أعلنت الولايات المتحدة أن من أهداف استراتيجية العسكرية لها أمس على لسان وزير الدفاع في سمونا في في وادي السيليكون في كاليفورنيا أعلنوا وثيقة من 33 ورقة أعلنوا استراتيجيتهم في السايبر سبيس يعني هذه أحد وسائل الحرب لأمريكا فأمريكا تتموضع راح تستخدم أسلحة أقوى وراح تستطيع أن تخرب فيها دول من دون ما تحرك قوات هذه رسالتها إلى العاد للدفاع عن مصالحها الآن وجودها في البحر المتوسط معزز ليس فقط وجودها من الوجود البريطاني الآن بالنسبة للروس هل أهمة لو كان أهمة ضد مصالح الروس لشأنه العملية عقب استخدام بشار الأسد للأسلحة الكيماوية لا امتنعوا عن ذلك وهذا نوع من التفاهمات الآن هم يواجهون الروس في منطقة أخرى وين؟ أوكرانيا هم يريدون إرسال رسالة وحتى الآن قاعدين ينشرون يعني شوف تتحركون بحذر الآن هل الحذر الذي تتحرك به روسيا ومما يعرض أمريكا مما يعرض أمن أستونيا ولاتفيا ولثوينيا للخطر كدول صغيرة كافي بالنسبة لنا إحنا في الخليج لا غير كافي أنا بيبلك مثال على تقيير التحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية هو نوع من الزعل ونوع من القطيعة زين؟ أيبلك مثال الأتراك الآن لأول مرة وهم دولة بحلف شمال أطلسي ملتزمة بأنظمة أسلحة متوائمة مع أسلحة راح تشتري صواريخ صينية فإذن هذه رسالة للأمريكان إحنا راح نشتري صواريخ أرض أرض كرادع استراتيجي عرفت؟ هذا يبدأ متى والصينيين ليش بيبيعون؟ لأن الإيرانيين في ثلاثين ستة راح يكون بالنسبة لهم كان نعتراف بقدرتهم النووية بالنسبة لهم زين؟ فالأتراك هما تحت المظلة النووية لحلف شمال أطلسي ومع ذلك يريدون يعني بوليس التأمين أخرى اسمها الرادع الاستراتيجي الصاروقي بيشترونها من الصين مثل معاشرة السعودية عندما بدأت إيران يعني السعودية حسنت صواريخ كانت موجودة عند عام الثمانينة فنحن اليوم نتكلم عن إعادة ترتيب المنطقة الروس قاعدين يشوفهم فرصة للدخول علاقات جيدة شخصية مع بين بوتين والسيسي مع بين بوتين يتكلم طبعا بس بوتين ما يتكلم حتى عن بشار الأسد بالمرة لم يتكلم عنه بوتين لم يتكلم عن بشار الأسد ولا يتفاوض ولم يقابل وزير الخارجية الروسي المعلم فإذا هو يعد نفسه للقيام بحلول الآن علينا إحنا كلنا كدول إقليمية نعرف من الممكن أن نتصادم أكثر وأكثر عرفت؟ هذا متاح وموجود أمامنا موجود أمامنا في كل هذه الجبهات الجبهة اليمنية العراقية وغيرها ولكن من الأفضل لنا نصل إلى حلول أولا تحقق مصالحنا نص نص وثانيا تحفظ قدراتنا العسكرية وأهم من ذلك اقتصادنا ونكون متوجهين إلى التنمية رئيس أوباما لقادة دول خليج في كامت ديفيد شهر مايو لماذا هذه الدعوة؟ ما الذي سيتم فيها برأيك؟ والله هم طبعا يقولون لتأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن دول خليج لكن احنا رأينا في الفصل اليمني خلنا نقول من العلاقة الاستراتيجية بيننا وبين الولايات المتحدة أنهم وصلوا إلى العرس متأخرين والآن إذا لاحظت الولايات المتحدة تتماوت لإضفاء نوع من الصورة بأنها تنفذ التزاماتها الآن صار عليها قرار مجلس الأمم كأنهم طلبوا التزام على نفسهم بينهم يفتشون السفو الإيرانية ما كان موجود هذا زين وما كانوا في الماضي كانت قوة مهام اسمها 151 المفروض أنها تعرق الإمدادات إيران للحوثيين ولكن شفنا القدرة النارية للحوثيين معناها لم توقف هذه القوة إمدادات الحوثيين من قبل إيران فاليوم الأمريكان قاعدين يستعرضون عضلاتهم بصورة أقوى من أجل إقناعنا إحنا وإقناع العالم أنهم لا زالوا ملتزمين بالاتفاقيات الثاني طبعا اللي نحتاجه ضروري وهو إمدادنا بالتكنولوجيا المتقدمة وتعويضنا عن كل ما تم بحصاننا بفلوسنا وطبعا شنو يساوون يعني يقول لكم مظلة نووية لما تقول قالت هيلاري كلينتون نعطيكم مظلة نووية من زمان إذا صارت إيران نووية لكن هل المظلة النووية أوقفت تقدم إيران في المجال الإقليمي العربي؟ لا وصل التقدم الإيراني بالمجال الإقليمي العربي هو سبب نشوء هذا التحالف العربي لأن دول العربية يمكن أن يديرون أي اهتمام لأمن المملكة العربية السعودية ولكن عندما رأوا أن داخل كل دولة عربية هناك سياسة إيرانية تتتوقل صارت تهديد للنظام الإقليمي العربي ولماذا سوف تنجح قوات عربية؟ لأن هناك تهديد للنظام الإقليمي العربي ولذلك عندما نفكر نقول هل من الممكن أن نعول لو أنا أجلس وأفكر هل من الممكن أن نعول التحالف العربي يمتد إلى ما لا نهاية بعد أن تتحقق المصالح العربية كدولة صغيرة يجب أن لا نعول على ذلك ولذلك سوف نذهب إلى كم ديفيد أتصور ونقول ما علي طاح الحطب يلا أنا أبتدي من جديد شو بتسوون؟ شو بتسوون لنا؟ هذا واحد الثاني رفع العتب ترى إحنا أعلننا على لسان أمراءنا من القيادات اللي يقومون بالعمل العمير ثركي والعمير بمقرأ إن إحنا إذا تحتم الإيران الحصول على قدرة نوية تامحونا بعدين كيف نحن بنسوي اللي بنسوي ما لكم شغل فينا ما بالإمكان هذا الكلام يتم؟ أنا أتصور أنهم راح يوصلون الرسالة هذه بالتأكيد لأن هذا راح يصير قبل 30 يونيو أعرف الآن في مفاوضات فكل دولة سواء إيران بتحركاتها الدبلوماسية أو إحنا كلنا نحاول أن نغير من طبيعة الاتفاق الآن بعجانا بحدود نصف دقيقة يعني رؤيتك خاصة في الفترة خنقل المقبلة الأيام المقبلة أنفراج مزيد من التصعيد خاصة عن المستوى اليمني في المنطقة الأقليمية وإعتمد أنا أقول لك من الآن إلى 36 هي الفترة التي يجب أن نتحرك فيها فيما يتعلق إذا كنا نريد التصعيد وأنا أعتقد أنها مقدمين على تصعيد الآن التصادمات الولايات المتحدة شفتوها بالأول أمس وهي قضية أنهم لا تريد تصادم مباشر لا تريد تفتيش سفن سعودية أو مصرية لسفن إيرانية فرأت أنها تمنع دخولها بالمناورة التي قامت به إذن مدام الإيرانيين لا يمدون بأسلحة بأسلحة لن يكون هناك تصادم عسكري مباشر الوجود العسكري سواء لإيران أو لنا في المناطق هذه راح يكون محدود جدا ويحاول أن يتفاد الصدام المباشر بس إحنا مقبلين على الصدام وين؟ في المكان يعني تصعيد بكل مكان أقصد أمنيا أنا أتكلم أمن الداخلي بمنع عن أي تحديث بكل مكان بكل مكان راح تصير عمليات داخل الدول لازم أن توقع كل هذا على ما يسمى داعش وهي مداعش قاعدة وهي مقاعدة ما ممكن لإيران إذا إحنا نتوقع خطر من إيران خطر غير تقليدي في قضية إرهاب من السداجة نتوقع أن نقول والله هذه قامت بها منظمة حزب الله في الجزيرة العربية لا 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 راح تكون كل العمليات مخفية راح تكون فيها ضحايا أكيد فيها ضحايا هذه التوقعات يعني مو الناس الليلة ما ينامون لا أرجوكم نعمه بسهذه يجب انخطط على الاحتمال الأسوأ نعم دكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت لدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك شاهدين الكرام والجزء الثاني بعد الفاصل اشتركوا في القناة